موسيقى مرحب بيكم عزيزيز المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات سين وجيم وعنوان حلقتنا ناقصات عقل ودين والسؤال من موقع الاسلام سؤال وجواب ونشوف السؤال مع بعض دائما نسمع الحديث الشريف النساء ناقصات عقل ودين ويأتي به بعض الرجال للإساءة للمرأة نرجو توضيح معنى الحديث وفي هنا سؤال ان الرجالة دايما بتستخدم حديث ناقصات عقل ودين لما يحبوا يسيئلوا المرأة فالسائل بيطلب توضيح الحديث وخلينا نشوف الإجابة بتقول إيه معنى حديث رسول الله ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسهب للب الرجل الحازم من إحدى كنا قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل كنا بلى قال فذاك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم كنا بلى قال فذاك من نقصان دينها يبقى هنا لما النساء حابوا يستفسروا عن معنى الحديث ويعني ايه معنى نقصات عقل ودين رح الرسول قال لهم أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل وده معنى نقصان عقلها ولما بتحيد مش بتصلي ولا بتصوم وده معنى نقصان دينها وأنا هنا عندي سؤال مين اللي جاب تشريع أن شهادتها نصف الرجل وأنها لما تحيد مش بتصلي ومش بتصوم هو يعني يجيب التشريع وكمان بعد كده يعيرها بيه وخلينا نكمل الإجابة بينا صلى الله عليه وسلم أن نقصان عقلها من جهة ضعف حفظها وأن شهادتها تجبر بشهادة امرأة أخرى وذلك لضبط الشهادة بسبب أنها قد تنسى فتزيد في الشهادة أو تنقصها كما قال سبحانه واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتين مما ترضون من الشهداء انت ضل إحدى هما فتذكر إحدى هما الأخرى سورة البقرة 282 وهنا بيقول أن رسول الإسلام بيّن أن نقصان عقلها ده من جهة ضعف حفظها وأن شهادتها تجبر بشهادة امرأة أخرى وده علشان يضبط الشهادة بسبب إيه؟ بسبب أنها بتنسى فبتزيد في الشهادة أو بتنقصها وراح يستشهد بسورة البقرة 282 282 وهنا فيه سؤال مهم طارح نفسه هل فعلاً الستات مش بيقدروا يحفظوا وبينسوا في جميع بنشوف كده إحنا في جميع مراحل التعليم بتكون مصاوية للولد في كل حاجة محدش بيقول لها أصل أنت بتنسي هاتي حد يساعدك في الامتحانات مثلاً مفيش حاجة اسمها أصلها بتنسى فنجيب واحدة تانية تفكرها تاني حاجة هاتو قضي واحد في العالم يجيب اتنين ستات عشان لو واحدة تنسى حاجة تروح التانية تفكرها هل دي بتكونش هادة مقبولة أمام أي قاضي في الدنيا كلها خلينا نكمل الإجابة أما نقصان دينها فلأنها في حالة الحيد والنفاس تدعى الصلاة وتدعى الصم ولا تقضي الصلاة فهذا من نقصان الدين ولكن هذا النقص ليست مؤاخذة عليه وإنما هو نقص حاصل بشرع الله عز وجل وهو الذي شرعه عز وجل رفقاً بها وتيسيراً عليها لأنها إذا صامت مع موجود الحيد والنفاس يضرها ذلك فمن رحمة الله شرع لها ترك السيام وقت الحيد والنفاس والقضاء بعد ذلك وهنا بيقول لنا أن نقصان دينها أنه في وقت الحيد والنفاس مش بتصلي ولا بتصوم ومش بتقضي الصلاة يعني وقت الحيد لما مش بتصوم مش بتعوض أيام السيام في أيام تانية لكن الصلاة مش بتعوضها فهو ده اللي بيسبب أنها بيكون عندها لقص في الدين بس في نفس الوقت هي ما مش بتلم عليه لأن ده الشرع طيب هي لما مش بتلم عليه بتسميها نقص الدين ليه المفوض دينها كامل ولما بتوصل للسن اللي مش بتحيط فيه يعني هل كده هي بتكون كاملة الدين وحاجة تانية مهمة أقولها للإخوة المسلمين تفتكروا أو يعني أنتو بتفكركم عن الله بيكون خاطئ جدا لأن الله مش بيتأثر بحالة الإنسان سواء كان بحيد أو نفاس أو رائحة أو حاجة دي اللي بيخلي صلاتك غير مقبولة أمام الله هو قلبك لو كان شرير مش جسمك يعني إيه يعني أنا هديكم مثل صغير يعني الشمس وهي مخلوق من مخلوقات الله مش بتتأثر بالكذرات بل بالعكس الشمس بتطهر لو جت على كذرات فالله هو اللي خلق الحيد في المرأة وهو مش بيقرف منها ولو كلمته وهي حقد أو صلت وهي حقد يعني أو صامت وهي حقد مش بيقرف منها ولا حاجة وصالتها بتكون وصيامها مقبول جدا أمام الله وخلينا نكمل الإجابة وأما الصلاة فإنها حال الحيد قد وجد منها ما يمنع الطهارة فمن رحمة الله عز وجل وعلى أن شر علىها ترك الصلاة وهكذا في النفاس ثم شر علىها أن لا تقضي لأن في القضاء مشقة كبيرة لأن الصلاة تتكرر في اليوم خمس مرات والحيد قد تكسر أيامه فتبلغ سبعة أيام أو ثمانة أيام أو أكثر والنفاس قد يبلغ أربعين يوما فكان من رحمة الله لها وإحسانه إليها أن أسقط عنها الصلاة أداء وقضاء ولا يلزم من هذا أن يكون نقص عقلها في كل شيء ونقص دينها في كل شيء إنما بيّن الرسول أن نقص عقلها من جهة ما يحصل من عدم الضبط للشهادة ونقص دينها من جهة ما يحصل لها من ترك الصلاة والصوم في حال الحيد والنفاس ولا يلزم من هذا أن تكون أيضا دون الرجل في كل شيء وأن الرجل أفضل منها في كل شيء يبقى هنا بيأكد لنا أن المرأة مش عليها قضاء في الصلاة ولكن عليها قضاء في الصوم وأن رسول الإسلام بيّن أن نقص عقلها من جهة ما بيحصل لها من عدم ضبط للشهادة ومحدش بيقول كده يعني الإجابة محدش يفتكر أنها أقلم أن الرجل في كل شيء وأن الرجل أفضل منها في كل شيء بس هي عندها يعني إيه هفة خفيفة كده في عقلها مش بتبقى مظبوطة لما بتيجي تشهد فلازم واحدة تانية برضو عندها نقص في عقلها تروح برضو تفكرها نعم جنس الرجال أفضل من جنس الرجال في الجملة لأسباب كثيرة كما قال الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون عن نساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقهم من أموالهم سورة النساء 34 ولكن قد تفوقوا في بعض الأحيان في أشياء كثيرة فكم لله من امرأة فوق كثير من الرجال في عقلها ودينها ودبطها وإنما ورد عن النبي أن جنس النساء دون جنس الرجال في العقل وفي الدين من هاتين الحسيثين التي نبين هما النبي وهنا بيأكد لنا أن جنس الرجال أفضل من جنس النساء في الجملة واستشفد بصورة نساء 34 وبيقول كده هي ممكن كمان يعني عادي وتتفوق عليه في بعض الأحيان في أشياء تانية لكن الرسول قال أن جنس النساء دون الرجال يعني أقل في العقل والدين وبقى الإجابة أنا هاختصرها بيقول أنه قال أنه ممكن تعمل أعمال صالحة كتير وليها منزلة في الآخر وفي بعض الأمور ممكن تكون بتضبطها أكتر من الرجال وبتجي تكتهد في الحفظ وبتكون مرجع في التاريخ الإسلامي ونقصها ده مش بيمنع الاعتماد عليها في الرواية يعني ممكن عان 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 وبقى الكلام أنتم ممكن تقرؤه وهكذا في الشهادة إذا انجبرت بإبراءة أخرى ولا يمنع أيضا تقواها لله وكونها من خير تعباد الله ومن خير تقماء الله فإن استقامت في دينها وإن سقط عنها الصوم في الحد والنفاس أداء لا قضاء وإن سقط عنها الصلاة أداء وقضاء فإن هذا لا يلزم منه نقصها في كل شيء من جهة تقواها لله ومن جهة قيامها بأمره ومن جهة ضبطها لما تعتني به من أمور فهو نقص خاص في العقل والدين كما بيانه النبي فلا ينبغي للمؤمن أن يرميها بالنقص في كل شيء وضعف الدين في كل شيء إنما ضعف خاص بينها وضعف في عقلها فيما يتعلق بضبط الشهادة ونحو ذلك فينبغي إنصافها وحبل كلام النبي على خير المحامل وأحسنها والله تعالى أعلم وإلى هنا بتنتهي الإجابة وهنا بيقول مش عشان أنت مش عشان هي انجبرت أو شهادتها تجبر بشهادة إبراءة أخرى إنه بيسكت عنها الصلاة في حال حيدها أداء وقضاء وفي حال صيامها أداء وليس قضاء إنه بيقلل من تقويها وإنما هو بيبقى ضعف خاص بدينها وضعف في عقلها يعني فيما يتعلق بضبط الشهادة ونحو ذلك فأنت يا بوصل ما ترمهاش بالناس في كل حاجة هو بس نقص في إيه في العقل وفي الدين بس وهنا في معلومة طبعا مهمة إن المرأة المسلمة لازم تكونوا عارفين كده كمشاهدين إن لا تؤخذ شهادتها إيه أصلا في الحدود يعني مش بتشهد في الحدود طبعا لأنه زي ما قلتلكم عندها هفة شوية في مخاهة وكمان مش بتشهد على عقد الجواز ولا حاجة من حاجات دي وكلنا عارفين إن الست يعني أكتر تذكر للأحداث من الراجل مش زي ما هو بيوصف لنا يعني الست التفاصيل أكتر من الراجل وكمان إحنا بنعرف إن الستات بقالها دي يعني عقلها دا بيدير بيت وأشغال وساعات حكومات وبتعرف تدير بيتها وشغلها يعني ما حدش يضحك عليك أو يضحك عليك ويقولك أصل العواطف عند الست يعني أعلى من الراجل الكلام دا للرسول قاله ولا القرآن قاله القرآن بيقول انت ضل إحدهما فتذكر إحدهما للأخرى فهل لسه أنت بتقبلي على نفسك كامراء مسلمة تكوني في تشريع يهين عقلك ودينك ويقول عليك ناقصة عقل ودين نلتقي بكم في الحلقة القادمة من سين وين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر